السلامة الجوية تظل أولوية مطلقة بالنسبة للمغرب وفق ما أكده وزير النقل واللوجيستيك محمد عبدالجليل في المؤتمر الدولي حول السلامة الجوية مضيفا أن المملكة ملتزمة باحترام المعايير الصارمة التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي بما يضمن ظروف سفر آمنة لجميع المسافرين المكانة المغرب بالنسبة للعلاقات الدولية وخاصة بالاهتمام لتولية المغرب للموضوع السلامة الطرقية في طالع المدني وكانت فرصة باش نتكر بالمجهود اللي قام به المغرب لبنسبة للمطارات لبنسبة لفتح الأجواء واللي يمكن المغرب من استقطاب 27 مليون مسافر هذه السنة وفي المستقبل إن شاء الله غادي نوصل لكتر من 30 يشارك في أشغال المؤتمر الدولي حول الأمن الجوي حوالي 600 مشارك من أزيد من 30 بلدا مناسبة لمناقشة مواضيع ذات راهنية ترتبط بالأساس بالذكاء الاصطناعي والمخاطر الجيوسياسية وتدبير الاضطرابات والنجاعة الطاقية المؤتمر الدولي حول الأمن الجوي له هدف رئيسي بالنسبة لشركات الملاحة الجوية هو مؤتمر سنوي اختار اتحاد النقل الجوي الدولي المغرب شريكاً له في تنظيم هذا المؤتمر أنا هنا في مراكش بالمغرب لحضور المؤتمر الدولي حول الأمن الجوي مؤتمر تلتأم فيه مختلف شركات الملاحة العالمية والهدف توخي المزيد من السلامة في النقل الجوي المؤتمر منصة تتيح للخبراء وأصحاب القرار وقادة الرأي الالتئام من أجل إعادة التفكير وتحسين السلامة والعمليات في ميدان النقل الجوي المؤتمر من الناس